موسيقى مشاهدينا مساء الخير وأهلا بحضراتك لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي في كل مكان وحنبدأها كالمعتاد بأخبار النادي الأهلي وكل جديد يتعلق بالأمور الخاصة بالجوانب الإدارية والترتيبات الخاصة بشؤون كرة القدم الفريق الأول واستعداداته للعودة من معسكره الأوروبي والبطولة الأفريقية وخوض المنافسات بالغة الأهمية لإدراك ما فات الفريق في المباريات السابقة والعودة بقوة إن شاء الله للمنافسة على اللقب الأفريقي وحلم العودة لكأس العالم للأندية فضلا عن أمور كثيرة تتعلق بالترتيبات الخاصة بتنفيذ البرنامج الانتخابي لقائمة الكابتن محمود الخطيب برنامج عائلة الأهلي والكثير من الأمور الخاصة بالتطوير على مستوى الإنشاءات والخدمات داخل النادي ومستوى تطوير منظومة النشاط الرياضي ومنظومة كرة القدم وأفضل ما يمكن أن يتحقق في تعاقدات النادي لتحقيق وتعظيم الاستفادة من كافة الجهات التي يتعامل ويتواصل معها النادي الأهلي ويتعاقد ويتفق معها على الترتيبات الخاصة في الفترة المقبلة النادي الأهلي بيتعامل دائما أبدا دون انفعال دون اندفاع مع أي مشكلة تطرق على أي أمر من الأمور المتعلقة بالنادي عشان كده النادي الأهلي كان حريص مجلس الإدارة بخيادة الكابتن الخطيب على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والخطابات والمراسلات مع الجهات المعنية للترتيبات الخاصة بحقوق رعاية النادي منذ قليل أرسل النادي الأهلي خطاب إلى شركة صلة مصر لتحديد الأمور الخاصة بحقوق الرعاية الشركة فازت بالفعل من خلال ممارسة رعاية النادي مقابل نصف مليار جنيه لمدة أربع سنوات منذ فترة تم من خلالها إعلان كل التفاصيل الخاصة بالممارسة الخاصة بحقوق الرعاية للنادي الأهلي في الفترة أو في السنوات القليلة المقبلة وتم الاتفاق على هذا الأمر والتوافق على أن الشركة هي قدمت أفضل العروض أو حصلت على الموافقة على رعاية النادي وامتياز حق رعاية النادي لمدة أربع سنوات ولكن حدث بعض التضارب في الأمور النادي الأهلي بيضع النقاط على الحروف وحريص على إضاح كافة الجوانب للنادي نفسه لإدارته لأعضاءه لجماهيره وللأطراف التي تتعامل معه في أي علاقة تعاقدية من أي نوع في هذا الشأن أرسل النادي الأهلي هذا الخطاب يطالب بتحديد الأمور وكل النقاط التي يمكن أن تطرأ على أو أي تعديلات مقترحة على مساوادة العقد التي تم إرسالها بالفعل إلى الجهة الأخرى أو إلى الشركة شركة صلة مصر وفي هذا الإطار تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق عشرة سبعة آخر موعد لتلقي أي استفسارات أو ملاحظات أو إبداء أي ملاحظات على مسودة هذا العقد واللي أرسلها النادي للشركة المشارئة لها بتاريخ خمسة سبعة وحددت إدارة النادي أيضا في هذا الخطاب اليوم تحديد جلسة يوم الخميس مع ممثلي شركة صلة مصر بمقار النادي في الجزيرة لحسم كافة التفاصيل والأمور الخاصة بالتعاقد والتأكيد القاطع على التزام الشركة بعدم تكرار ما حدث أو ما بدر من الشركة في الأيام الماضية لأنه كان فيه أكثر من خطاب بتحمل هذه الخطابات أو حملت معاني متضاربة ومتناقدة منها خطاب يوم الخميس السابق كان بيعبر عن عدم رغبة أو بيظهر عدم رغبة الشركة في إتمام هذا التعاقد وفي تولي الأمور الخاصة بحقوق رعاية النادي ثم تلا هذا الخطاب خطاب آخر بيؤكد استمرار الشركة في الإجراءات الخاصة بالتعاقد والامتياز والحصول على امتيازات وحقوق رعاية النادي وده كان يوم السبت الماضي يعني بفارق 48 ساعة أو أقل عن الخطاب السابق عليه وهم خطابين كانوا طبعاً يعني بيحملوا معاني مختلفة أو في التجاهين مختلفين تماماً واحد منهم بيؤكد عدم الرغبة في استمرار هذا التعاقد وهذه الإجراءات والخطاب الآخر بيؤكد أن الشركة لديها الإرادة الكاملة ولديها الرغبة في إنهاء كل التفاصيل والإجراءات الخاصة بهذا التعاقد في هذا الإطار بيؤكد النادي رغبته في عدم تكرار مع حدث وأن تتضح كافة البيانات والأمور والتواصل مع كافة الإدارات في شركة صلة على مستوى مصر أو السعودية الإدارات في الدولتين لنفس الشركة حتى يتم وضع النقاط على الحروف والاتفاق بشكل نهائي على كافة التفاصيل وأنه يتم التأكيد على عدم العودة أو التراجع عن أي التزام يتم أو ينص عليه هذا التعاقد وهذا العقد وأيضا تم إجراء اجتماع طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة تولى أيضا وحضر اجتماع خاص بهذه اللجنة التي أيضا تولى رئاستها المستشار محمود فهمي استعرضت هذه اللجنة كافة التفاصيل وضمت كلا من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي والأستاذ محمد فتحي المشرف العام على الشؤون القانونية وبحضور أيضا أستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق وأيضا بحضور وبإشراف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة مع طبعا الشخصيات أصحاب الخبرات القانونية والتعاقدية وفي مقدمتهم سيادة المستشار محمود فهمي لوضع كافة التفاصيل الخاصة برؤية النادي حول هذا الأمر للفترة المقبلة وإزالة أي خلط في الأوراق أو أي لغة حول هذا التعاقد واستعرضت وناقشت اللجنة كافة المكاتبات والمراسلات المتبادلة بين إدارة النادي وبين شركة صلة مصر والسعودية في الفترة الماضية وبعد عرض ما توصلت إلى اللجنة من دراسات حول هذا الأمر وحرصا على الالتزام باللوائح والقوانين رأت إدارة النادي مخاطبة شركة صلة مصر وحسم كافة الأمور بما يضمن حقوق النادي الأهلي كاملة إن شاء الله يتم التوصل من خلال منهج النادي الأهلي في الالتزام بكافة البنود التعاقدية وكافة التزامات النادي التي يضعها مع كافة الأطراف اللي بيتعامل معها سواء كانت من داخل أو خارج مصر والتزام النادي الأهلي دائما أبدا بأي اشتراطات خاصة بأي تعاقد بيكون طرف فيه إن شاء الله يصل لأفضل نتيجة ولحسم الأمور للصالح العام بما يحقق أعظم استفادة ممكنة ماليا وتسويقيا واستثماريا وخاصة بحقوق الرعاية وأيضا لدعم نشاط الرياضة وفي مقدمتها كرة القدم وإحنا طبعا شايفين الاجتماعات اللي بتجري على قدم وساق وبيشارك فيها المسؤولون في مجلس إدارة النادي مع كافة أيضا الخبرات اللي أشارنا إليها ومنها المستشار محمود فاهمي لوضع كافة التفاصيل والوصول لأفضل نتائج في أسرع وقت ممكن وعدم السماح لأي نوع من أنواع التراجع أو الخلط في الأوراق اللي ممكن يسبب أي خلل لأي تعاقد بيدخل النادي فيه أو بيكون طرفا فيه هنتكلم كمان عن انطلاق الدوري المصري موسم 2018-2019 بالفعل أجريت القرعة وأقيمت اليوم في مقار الاتحاد المصري للكرة القدم وأصفرت عن مواجهة النادي الأهلي مع النادي الإسماعيلي في أولى مباريات الأهلي في الدوري الممتاز وحضر مراسم القرعة عمر محسب ومحمد أسامة إدارية فريق فريق الكرة مندوبان عن النادي الأهلي والأستاذ عامر حسين رئيس لجنة المسابقات واللي أكد على انطلاق الموسم في شهر أغسطس المقبل وإنه سيتم تحديد جدول للمباريات بعد أسبوع من القرعة بسبب الملاعب أو تحديد قضية الملاعب واستضافة الاستاذات اللي هيتم تحديدها وفقا لهذا الجدول للمباريات المختلفة وإنه هناك ارتباطات مهمة هذا الموسم مثل البطولة العربية إلى جانب دوري أبطال إفريقيا والكون فيدرالية وأجندة المنتخب الوطني وهو ما تم وضعه في الاعتبار واللي بيسبب ضغط كبير جدا على اتحاد الكرة والإدارات في اتحاد الكرة لأن جدول الدوري والمساحة الزمنية المتاحة له هذا الموسم هتكون ضيقة أو مضغوطة جدا مقارنة بالمواسم السابقة وأكد رئيس لجنة المسابقات إن الاتحاد الأفريقي ضغط بطولات الموسم الجديد واللي هينطلق في نوفمبر وأيضا أشار الأستاذ عامر حسين إلى أن هناك أيضا تم تحديد استاذ السلام الأهلي نادي الأهلي حدد استاذ السلام كرغبة ثانية لاستضافة مباريات الفريق في البطولة وأن هناك إصلاحات في استاذ القاهرة ستنتهي في شهر أكتوبر المقبل ويلعب الأهلي أمام الزمالك في ختام الدورين الأول والثاني وفقا لجدول البطولة ومن أخبار الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد والدوري موسم 2018-2019 إلى استعدادات الفريق الأول لكرة القدم في برنامجه الخاص بالإعداد برنامج الإعداد الأوروبي أو في معسكره الأوروبي في كرواتيا والمباريات الودية اللي بيأخذها الفريق ووضع اللمسات الأخيرة اللي بيضعها الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون والكابتن محمد يوسف المدرب العام على الفريق لتحديد طرق اللعب اللي هيخذ بها الفريق مبارياته محليا ودوليا في الفترة المقبلة كابتن محمد يوسف سنعرف تفاصيل أكتر عن معسكر الفريق والاستفادة اللي تحققت حتى الآن وردود الأفعال على مستوى الجهاز الفني واللاعبين والجهاز الإداري بعثت النادي الأهلي في كرواتيا حاليا هيكلمنا عنها زميلنا أمير هشام وهو متواجد مع الفريق في كرواتيا الزميل أمير هشام ساء الخير وعايزين يعرف منك كل التفاصيل اللي ممكن تعرف بها السادة المشاهدين عما يجري تحقيقه من إنجازات ونتائج لتحسين أو للوصول لأفضل نتيجة ممكنة من خلال المعسكر الأوروبي تحياتي لك يا أستاذ محمد وتحياتي لكل مشاهدين ومتابعة قناة الأهلي في كل مكان يعني بالسعر طبعا معسكر أهم جدا بالنسبة لنادي الأهلي هنا في كرواتيا بالسعر انتخلاله من داية الموسم الجديد وبالتحديد عودة بطول دولة أفضل أفريقية من فدالة جولة السلسة أمام طريق ساون سيبا السلسواني فبالتالي استعدادات قوية وجدية جدا بالنسبة لسريق لكن خلينا أقول لك وأنا بكلم معك يا زيل حضر خلاص برانة نادي الأهلي المشائد ينتهي يعني خلاص بيعمل بعض الإطالات مع نهاية المران بعد كان مران مهم جدا جدا بالنسبة لسريق وإن كان كان فيه تأسيمة على الملعب كله بالنسبة لسريق من كلال سريقين تم تأسيمهم من قبل قدس محمد يوسف وأيضا طبعا من المدير الثاني من السفاجس كارتيرون فبالتالي مران كان مهم جدا بالنسبة للعادين وابحة للجدية والتركيز بشكل كبير جدا على العادين وخصوصا هم مدركين جدا مدى أهمية المرحلة المجبلة بالنسبة لنادي الأهلي وجمهوره بشكل عام الأمور ما شكشت لكوائز جدا النهاردة كانت أولى محاضرات مستشفتش كارتيرون مع اللاعبين قبل المران بحوالي ساعة لربع بالتحديث ساعة خمسة وربع كان محاضرة بالفيديو من قبل الجلد الثاني للعبين ويتفرض عليها اللاعبين على بعض اللقطات بفريق طبعا طبعا نشتبق في أول مبارتين لي في دور المجموعة من في الدور الأفريقية أمام فريق كامبالا سيتي أو أمام فريق الترجي التونتي ويمكن يوقفوا على نقاط ألقاء والضعف طبعا قبل كده كان فيه اجتماعات مستمر لما بين مستشفتش كارتيرون وجلد الثاني بالكامل عشان يتفرجوا بشكل أوضح ويمكنوا الصورة والفكر بالنسبة لعليم خلال محاضرة المهاردة والأكيد المحاضرات هتستمر خلال المرحلة المجبلة أيضا فريق دي سأدى المباراة بدية أخرى بعد المباراة الأولى أمام فريق أولمبيا والنساحة واحد واحد أولمبيا في سلوبيني بكرة إن شاء الله هتبقى مباراة أخرى أمام فريق كرسدار الروسي وهتقوم أيضا في سلوبينيا لكن في ملعب حيكون أقرب من الملعب اللي خاد عليه الندي الأهلي أول مباراة لمسافة من صندوق قمس الندي الأهلي في كرواتي حتى مكان الملعب في سلوبينيا هتستمر حوالي ساعة وربع أو ساعة ونصف بالكتير عشان يصل الطريق لأداء هذه المباراة المباراة إن شاء الله هتكون الساعة ثلاثة مساء بدل هل مباراة الغد يا أمير هي سبب النزول بالحمل البدني في التدريبات والاكتفاء بتدريب واحد مسائي اليوم؟ بالضبط كده وكان فيه اتجاه بالنسبة للجهاز الثاني النهاردة يكون فيه تدريبين تدريب صباحي وتدريب مسائي لكن الجهاز الثاني فضل الاكتفاء بمران مسائي فقط وده كان تجنبا للإجهاد وعشان بكرة إن شاء الله فيه مباراة ودية فبالتالي اكتفى الجهاز الثاني لصبش يكون فيه بعض التدريبات الاستشفائية بالنسبة للسريق في حمام السلاحة الخاص بفندق الإقامة ومقتص تلف أيضا لفكة عضلات السريق وتجهزها للمرحلة المجبلة والمباراة الودية المجبلة خلينا أقول لك الأهم يا أستاذ محمد الخلص يعني بنسبة 29% الجهاز الثاني ومن ثلاثة لأشوف المعارضة الجهاز الثاني خاص تقرع التشكيل اللي حيكون بنسبة جديرة متواجد في مباراة فريق تانشد وبالتالي فيه جدية جديرة جدا من نسبة للعريم الجهاز الثاني الأمور كلها مش بشكل جيد المعطر ممتاز ومناسب ومنائم بشكل تانشد يعني كلامك معناه أنه ممكن الفريق ياخد مباراة الغد أمام الفريق الروسي بشكل أقرب إلى الأداء في المباراة القادمة المباراة الرسمية وبتشكيل المفروض أنه أقرب للتشكيل المتوقع أن ياخد بين الفريق مباراةه بطولة أفريقيا في الفترة الجاية ممكن يكون التشكيل الأقرب أنا أقول له حراتك من السالة المران التشكيل続ان الممكن نتدي به طب حيانا الشعيمة نقوله أن التشكيل هو الأكيد لكن من الورد بنا بكرة خلال المباراة الولمسية أن مستر فتري يكحن بعض العناطر اللي عيز أطمئن على مستواها سواء كأهلاك أو كبديل خلال مرات حلال مستواها ممكن بعض العناطر لяться في قطرة قبل المباراة يكنعه مستر فتريس تارسون هم يكون متواجدين في التشكيل الأساسي فهوارد جدا من خلال مباراة الوزاية دي من يظهر عناصر أخرى من مستر باكشت كاسترون يعتمد عليها بشكل أساسي خلال المباراة الرسمية تحديد أو مباراة مع قريب تاونشيب فبالتالي يعني خلال فالفريق أو مستر باكشت كاسترون استكرر بشكل جديد جدا على التشكيل الخاص بفريق النادي خلال مباراة تاونشيب وإن شاء الله نتمنى كل فريق وجاء تستني التوفيق إن شاء الله عشان نرجع للمنفسة على هذه البطولة الهمة رغم البداية الصعبة يا أستاذ محمد في دور المنبعات تعادل المباراة وخصارة أخرى يعني ده ممكن أن يكون متعب من الأمر شوية لكن الحماس والحافظ كبير جدا عند اللاعبين والتوافع أيضا الموجودة عند العادي النادي الأهلي هو إسعاد الجمهور النادي الأهلي طبعا في كل مكان من خلال العودة آه طبعا طبعا ودي الروح اللي تعاودنا عليها في النادي إن شاء الله يقدروا يعوضوا النقاط دي في المباراة اللي جاية لكن كمان مهم نسألك زميلي أمير هشام هل الصفوف مكتملة هل الصفوف من ناحية الجاهزية الخاصة باللياقة والجاهزية الطبية والبدنية للعبين مكتملة ولا في أي غيابات أو إصابات عن التدريبات حاليا طيب بالمناسبة الصفوف يعني تكاد تكون مكتملة في معادة إصابة واحدة فقط فهو باسم عنه النهاردة عاد للتدريبات أحمد حمودي بعد معاك كمان أحمد الشيخ مبارح بالتدريبات بشكل طبيعي بعد الإصابات اللي لاحقت بيهم فأحمد حمودي كان إجهاز العضلة الضمة غبى على أثارها حوالي يونين أحمد الشيخ كان جاب للفترة بسبب ألان من الرجبة وجزع في الرجبة فبالتالي جاب أيضا عن التدريبات لكن أحمد شيخ شارك مبارح أحمد حمودي شارك النهاردة مش ناقص بس غير باسم علي اللي لسه بيأدي بعض التدريبات التأهيلية خاصة به ومن الوارد أنه هو يكون جاهز على معسكر السريق إن شاء الله في التدريبية يكون جاهز لقود التدريبات الجماعية ويكون متواجد يعني من جزء السريق بشكل عام أيضا ده بجانب وليد أظاره اللي خلاص بإثمار التدريبات المنتردة ويعتبر خلاص خرج من ستدريبات الجزء فني صوصا أن اللعب ممكن ما يكونش مركز مع سريق في المرحلة الحالية وجزء فني محتاج أن كل اللعب يكون مركز بشكل ديغ خلال الفترة دي وليد أظاره لسه مستمرة في التدريبات المنتردة تحسبا لرحيله الفترة المنبلة لكن بشكل عام من ستطوط مكتملة بس لأقصدير باسم علي إن شاء الله يلحق بكثوف الفريق خلال ثلاثة أو أربعة يام إن شاء الله على يوم 12 ممكن يكون متواجد في معافكة للنبي أهل السكندرية بشكل لأقصد من الناحة التدريبية ويجهد سنية مبادئة إن شاء الله مع السلام أخيرا هل الترتيبات يعني انتهوا من الترتيبات الخاصة بإجراءات والتجهيز لعودة الفريق بعد المباراة اللي هتجرى غدا بالضبط يعني هو خلص المباراة هتبعى سنة ثلاثة عشان هذه التدريبات والفريق إن شاء الله هيخلص المباراة على الساعة خمسة يتحرك الفريق من الملعب يعني في الساعة ستة هيتجه مباشرة سنعام طريق كرواتيا يعني هنعود على كرواتيا في البنية ومنها على طول على مطار الزغرب في كرواتيا عشان الفريق ياخد الطهيرة خاصة بيه في اتجاهه للعودة في الكاهرة وصيرها هتتحرك إن شاء الله في تمام الساعة 11 مساء عشان يوصل للسريق إن شاء الله في تمام الساعة 2.30 فجرا وإن شاء الله يكون بتواجه في الكاهرة ويصل سليما بإذن الله أنا بشكرك جدا على متابعتك لكل ما يجري في معسكر الفريق الأوروبي في كرواتيا معسكر فريق الأهلي اللي هنتهي غدا إن شاء الله بعد المباراة والدية الثانية زميلنا أمير هشام شكرا جزيلا لك طبعا الكلام اللي قاله أمير في غاية الأهمية إنه اللحاق بالركب الأفريقي في البطولة والدخول بقوة في حسابات العودة للمنافسة على صدارة المجموعة هذا أمر بالغ الأهمية وفيه قدر كبير من الصعوبة في نفس الوقت لأن البطل تعثر في انطلاقته الأفريقية في دوري المجموعات بفقد خمس نقاط في مبارتين وبالتالي بالنسبة للدوري النادي الأهلي دايما بينطلق انطلاقة قوية بإذن الله في بدايات الدوري وبيكون هو بينافس دائما أبدا وهو في الصدارة أغلب الفترات حتى لو لم يبدأ ليكون المتصدر للمسابقة المحلية بيلحق بالصدارة وبفارق أيضا كبير في أغلب المواسم عن أقرب المنافسين فإن شاء الله احنا مطمئنين لأن البداية طبعا اتعودنا أنها بيكون بداية بجدية شديدة وتركيز شديبنا الجهاز الفني واللعابين ولكن الأمل الأكبر حاليا أعتقد للجماهير لأعضاء النادي لمجلس الإدارة والمسؤولين في النادي لكل محبي النادي الأهلي ومشجعي داخل وخارج مصر هو التحدي الأفريقي اللي هو الأصعب على الإطلاق حاليا وده اللي بيضع طبعا عبء كبير جدا على عاتق المدير الفني والجهاز الفني واللعابين إن شاء الله يكونوا على قدر هذه المسؤولية وهذه التحديات مطلوب منهم يكونوا أنجزوا الكثير من الأمور الخاصة بالوصول لأعلى المستويات الفنية والخططية والتاكتكس الخاصة بالجهاز الفني لمفترض يطبقها اللاعبين في الموسم الجديد محليا ودوليا وأيضا تجهيز اللاعبين بدنيا وطبيا بأفضل شكل ممكن لطبعا كثرة وضغوط الارتباطات المحلية والأفريقية خلونا نتوقف قليلا مع حضراتكم مع هذا التقرير ونعود لمتابعة الأخبار المتعلقة وقدم في النادي الأهلي اشتركوا في القناة لما تكون في غربة هتعرفها لما يكون النادي بالذات النادي اللي بتحبه جاي البرد اللي انت عايش فيها بورة في الغربة لأ حاجة فعلا كبيرة أكيدا بوتريكا بركات وأحمد فتحي طبعا أساسي واللعابة جدت صلاح محسن ده أنا بإحساسي ما يبقى مستقبل مصر إن شاء الله إن شاء الله بطابع الأخبار بتاع تلاعلي كلها على الإنترنت فلما عرفت أن الأهلي عامل معسكر الأول كانوا قايل في سولفينيا بعد كده تحول لكرواتيا فبتلت برضا تابع النهاردة أو مبارح بتلت عرف فين بالزبط الملعب عرفت أن الملعب اسمه جاك النهاردة في فلوفينيا من الأهلي جاي النهاردة فمنع الأخبار طبعا حالا بنتابع أخبار الأخبار على طول هنا طبعا يعني ما فيه شو سيئلة هم رجالة من غير أي رسال طبعا بس يعني احنا بنتمنى نعدي المطشين الأولانيين حالا تعديلنا مطش وقصيرنا مطش فإن شاء الله المطشين جايين نكسى ببرة وجوه عشان نرجع تاني بإذن الله المنافسة بإذن الله في أفرق إن شاء الله وليد سليمان طبعا وليد سليمان ومحمد فتح عشان نوم الخبر أهم اثنين لعيبة الواحد كلهم طبعا كويسين بس وليد سليمان ومحمد فتح اللعيبة طبعا فلاح محسن محمد الشناوي أكرم توفيق أفرق يا أهلي أنا مش هقدر أقول أكتر من كده أفريقيا يا أهلي كفاية بأننا كم سنة وصلنا نهائي في نهائي لأ أفريقيا يا أهلي إن شاء الله طبعا الترتيبات بتجري أيضا لإنهاء المعسكر الأوروبي بعد المباراة اللي هتجرى غدا إن شاء الله واللي ألزم لنا أمير هشام إنه بيقف على أفضل مواصل إليه أو آخر مواصل إليه المدير الفني مع لعبيه وضع الجانب الخاص بالأبعاد الخططية أو التاكتيكس اللي هيؤدي بيها المباراة في الفترة الجاية وأيضا تصوره لللاعبين المجموعة اللي هتشارك بصفة أساسية والعناصر اللي هيعتمد عليها من مباراة لأخرى وتجهيز اللاعبين وأكيد في الفترة دي من كل عام بيبقى فيه سباق بين كل النجوم وكل اللاعبين الموجودين في فريق بحجم النادي الأهلي وبحجم طموحات النادي الأهلي المحلية والدولية بيكون الكل في سباق ومنافسة شريفة من أجل الحصول على ثقة المدير الفني والجهاز الفني والدخول في الحسابات الخاصة بالمشاركة في المباريات محليا ودوليا تجهيزات خاصة بيطمئن الكابتن محمد يوسف على إجراءات عودة بعثة الأهلي اللي مفترض أن تغادر من مطار زغرب لاستقلال الطائرة تذهب إلى مطار زغرب لاستقلال الطائرة إلى القاهرة بعد نهاية المباراة غدا إن شاء الله واختتام هذا المعسكر الأوروبي اللي أقيم وتمت استضافته في كرواتيا كابتن محمد يوسف بيقوم بهذا الدور حاليا هو بجانب مهمته الفنية كمدارب عامل الفريق الأول بيقوم أو قائم بأعمال مدير الكرة وطبعا دي رؤية لمجلس الإدارة ولجنة الكرة في النادي إذا كان سيستمر المجلس الاعتماد على كابتن يوسف في الجامعة بين المهمتين أو لا ولكن أعتقد من معرفتنا من كابتن يوسف أنه عنده سمات الشخصية الجدية في طابعه كرياضي أو لاعب سابق ونجم في النادي الأهلي ومنتخب مصر كان دائما أداءه فيه جدية شديدة عنده القدرة على التعامل بذكاء مع الجماهير والرأي العام وسائل الإعلام عنده طابع فيه قدر كبير جدا من الجدية والمنافسة والروح القتالية والتركيز وعنده السمات اللي ممكن تجعله ينجح في هذه المهمة ولكن الرأي أولا وأخيرا بيكون للمسؤولين في النادي والقائمين على ترتيب الأوراق الخاصة بكرة القدم وبالفريق الأول على وجه التحديد ولكن كابتن يوسف بالتأكيد من الكوادر القادرة على إنجاز المهمة بشكل جيد واللي ممكن الاعتماد عليها بشكل كبير الجانب الفني محاضرة فنية لللاعبين صباح اليوم بعد ما اكتفى جهاز الفني بتخفيف الحمل البدني والاكتفاء بالمران المسائي اللي كان بينتهي وإحنا بنتكلم منذ قليل مع زميلنا أمير هشام بعض الأمور الخاصة بالجانب الفنية التكليفات الفنية رؤية الفريق طريقة اللعب الجهاز الفني ورؤيته للفريق وطرق اللعب اللي هيخوض بها الفريق ما بنقولش طبعا طريقة لعب واحدة فريق كبير عنده حجم طموحات بحجم النادي الأهلي بيكون بيعتمد على أكتر من طريقة لعب وبيوظف اللاعبين بعدد من الطرق ويكلمنا عن ده طبعا الكابتن ضياء السيد المدير الفني لنجوم المستقبل وواحد من نجوم كرة القدم في المنتخب الوطني في النادي الأهلي سابقا مساء الخير يا كابتن ضياء أهلا يا محمد وعيشت جدا جدا هو حضرتك أكتر يا كابتن ضياء وبنسعد دايما بمشاركاتك معنا على شاشة قناة الأهلي أهلا بيك وبقناة الأهلي وبقمور الأهلي وكل ما هو تبع الأهلي كابتن ضياء قلنا توقعاتك أو تصورك للموسم الجديد وهل تعتقد أنه حيبقى فيه تغيير كبير فنيا وخططيا في طريق لعب النادي الأهلي مع المدير الفني والجهاز الفني الجديد ولا بتستبعد لا ما بس ما يدوش طبعا ما فيه تغيير إدارة فنية لذي تكون فيه تغيير لذي تكون فيه تعليمات جديدة لذي تكون فيه رؤية جديدة أعتقد أنه أتمنى أنها تكون رؤية الصالح النادي الأهلي وتكون رؤية فيها تطور بشكل كبير كابتن ضياء المجموعة الموجودة حاليا مجموعة اللعبين والنجوم اللي موجودين ضمن الفريق الأول في النادي الأهلي هل حضرتك شايف أنهما فنيا قادرين على استيعاب أكتر من طريقة لعب وتطبيقها أحيانا في وقت المباراة الوحدة والله أنا بشوف أنه المجموعة اللي موجودة يعني كمان يستعوبه ده يستعوبه أي فكرة عالمي وأي فكرة مجموعة الضيارة متكاملة حتى اللي هو كان بعيد لعب السنة اللي فادت مع مطشاة مقرات كتيرة اللي كان جديد أصد أنا بأعتقد أنه المجموعة اللي موجودة بيقدر يتشكل بها فريق قوي جداً فريق فنياً عالي جداً وأعتقد أنه سمع الكارتيرون أتمنى له التوفيق طبعاً التنسبق لده وفيده أدوات أشوف أنها أدوات مهمة جداً أدوات قادرة على التعامل الخطط أياً كان التعامل الخطط المتقدم شكل جديد جداً أتمنى له التوفيق طيب كابتن ديوك هل الشكل الأختتم بفريق الأهلي الموسم الماضي محلياً كان مرضي جداً فارق كبير من النقاط فارق كبير في عدد الأهداف في النتائج في معدلات الأداء في الشكل الخططي والبدني والسرعات في الملعب ولكن ما زلنا نواجه مشكلة في انطلاقتنا الأفريقية شايف إزاي حضرتك التحدي الموجود أمام الفريق بعد النقاط اللي فقدها في انطلاق دوري المجموعات والله التجارب بتقول إنه الأهلي قادر لكن ده مش كفاية لازم كل الشوائب المتعلقة بالفريق لازم كل الحاجات الجوانب الفنية والاكتارية المتعلقة كل ده يزول أنا بشوف إن مجموعة اللعيبة دي قدر تعمل ده ومعهم المدرب إنه بتعتبر بدايات بالنسبة له والراجل يشتغل في الفريق جداً وحقق بطولات مع فرق أخرى بعتقد إنه تهيئة الجو بالنسبة للعيبة والاستقرار على البيع والشراء مهم جداً يكون في أقرب وقت وأقرب فرصة لأنه بتغيح الدنيا من الكلام مين جيه ويأذره ويقاعد أذره ومشي طب جبت مين بسرعة بديل طيب مين الشكل اللي هيبقى عامل إزاي مين الدخل القايمة مين ماستخرجش عليه أتمنى إنه إزاي يكون بسرعة لأنه الوقت قليل تحديداً ما فيش وقت لده لكن إحنا قادرين طبعاً قادرين دهما التغارب بتقول إزاي الأهلي قادر وكان في ظروف أصعب من دي لأنه لقد قادر طبعاً هل متفائل من معرفتك كابتن ضياء بباتريس كارتيرون متبعيتك له من تجربه الأفريقية أو تجربه السابقة داخل مصر هل متوقع إنه يجدد أو يكون له بصمة فنية مختلفة على أداء الفريق وتنعكس إيجاباً على شكل أداء الفريق في الفترة الجاية سواء محلياً أو أفريقياً تفاولي واحده متفاول لك متفاول لي أهلاً ومشتفا لازم المجموعة تشتغل بشكل كبير جداً مع الراجل وأكيد اختياره تم بعناية أتمنى إنه تكون كل الأجواء الخاصة بإنه نحن نوصل لأول تتعين ضيئة تكون كلها كوية سيدرياً واستقرار على اللعيبة واستقرار فنياً بشكل كتير جداً الحاجات مني كلها بعد أول مباراة يجد التفاول يتخليك تفزكت هي كده كورة سمع الفرق الكبيرة الفرق الكبيرة ما بتستناش كتير يعني ما بتستناش كتير يا محمد على المدرب لكن هو خلفيته كويسة وراجل مدرب كويس وعنده مجموعة لعيبة رجعت كلها اللي كانت مش موجودة أتمنى إن شاء الله إن ده يتحقق لإن الصلاقة دي مهمة جداً 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 للنادي الأهلي تحديداً في الفترة دي بكل ما يحيط النادي الأهلي بحاجات كتير الانتراكة بتاعك الفرق الكبيرة الأولية دي مهمة جداً ونازم اللاعبة تدرك ده لإن أنت لما بيبقى عندك مشاكل آية كانت وفي طريقة للحال أكتر حاجة تحلها الأداء الفني والمكتب الأداء الفني والمكتب طول عمر النادي الأهلي الأداء الفني كان دايماً كبار يقولولنا لازم تتفوق فنياً على هذا اللغة أي لغة بقى موجود أي لغة طيب قبل ما ننتقل للحديث عن نجوم المستقبل كابتن دياء سؤال أخير عن الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بصراحة اعتدنا عليها في إجابات الكابتن دياء السيد هل تعتقد أن المجموعة الحالية عندها كافة البدائل وتمثل عدد كافي من الأوراق للجهاز الفني لتحقيق طموحات النادي وأعضاءه مجلس إدارته وجماهيره ولا محتاجين بعض الصفقات سريعاً أو الإضافات على مجموعة اللاعبين والنجوم الموجودين حالياً في الفني طبعاً محتاجين لو أظهره مش أنت محتاج رأس حربة محتاج حد في قلب الدفاع مع المعلوم قاعد ولا مش قاعد عشان كده نقولك الاستقرار الإداري والفني الإداري الاستقرار على مجموعة اللاعبة اللي موجودة دي بشوف النواس أنا بشوف النواس إنه حد النهاردة أظهره العرض مقدم لكن لم يفعل قاعد ولا مش قاعد كل حاجات دي كلها مهمة حسمها لكن أهم حسم في النواس قلب الدفاع هذا أهم حسم في رأيي لازم يحسن بأي شكل معرفش كل بالي هيعوضوا اللي هو موجود قريني ولا مش هيعوضوا لأن معرفوش كويس أتمنى أن يكون إضافة فنية كويس ستتعود الناصل كابتن دياء طموحاتك وتصورك لأداء ولمصار فريق نجوم المستعبل في الفترة اللي جاي نجوم المستعبل الفريق صاعد ما عندوش خبرات خالص في الدور المنتازي يعني ما طلعش أملكتها خالص مععوضهم أو تسعيم في المية منهم لعيبة كويسة واضطار السن الطموحاتي أنا تبع سياسة النادي سياسة النادي الاستثمار سبال سبال اللي بيستثمار في مجموعة لعيبة هو مربيها من صغرها بشكل جيد بيستثمار في مجموعة لعيبة المفوض إن أنا أخليها أتنور أخليها تسعى بشكل كويس وده مش هيئة غير إن إحنا بنؤدي بأداء كويس مع بعض الدعم اللي هو ناقص عندي كتير لإنه إمكانيات النادي لا تسمح بسقف معين إلا بسقف معين لكن أنا بشتغل على إنه أنا أحاول أكون موجود بشكل كويس العين أخطف العين بصفة إنه ده فريق جديد عايز العين تروح لي عايز حق نتائج كويسة تؤدي إلى بقاء الفريق وتؤدي إلى طب هل دي مشكلة أو تحدي هيواجه كابتن دياء السيد إذا كانت سياسات النادي زي ما حضرك أكدت مستقرة وقائمة على استثمار وتسويق اللاعبين بأفضل شكل وانتقالاتهم بأرقام كبيرة تفيد النادي تسويقياً ومالياً وتفيد اللاعب في تجارب فنية أفضل هل ده هيتناقض مع طموحاتك كمدير فني ووجود العناصر المتميزة واستمرارها معاك ولا لا 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 طبعاً طبعاً بقبل سياس النادي سياس النادي كده وكانت واضحة من الأول لكن هي يعني نقص حتة بحاول أن أنا أتغلب عليها وهي عملية أن أنا في بعض العناصر عشان تدعم نادي تكون حواليها كم عنصر خبرة عشان يظهرها بشكل بي هو ده اللي نقصني لأنه سقف البدجت سقف إمكانات المالية غير كافي لكن أتمنى أننا نتغلب عليها أتمنى إن شاء الله تكون تجربة موفق فيها بإذن الله كابتن ضياء ونشهد مشاركة قوية لفريق نجوم المستقبل إن شاء الله في الفترة المقبلة بشكرك جداً كابتن ضياء السيد المدير الفني لفريق نجوم المستقبل مازلنا معكم ومتابعة لمجموعة من الأخبار الرياضية الأستاذ عادل أمين أيضاً مشاركة هاتفية أخرى معنا الناقد الرياضي بالأهرام أستاذ عادل أمين مساء الخير يا أستاذ عادل أستاذ عادل شايف إزاي الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد ضغط المباريات الفترة الزمنية المحدودة المتاحة للدوري كل ما أثير في إدارات اتحاد الكرة في الفترة اللي فاتت عن الترتيبات الاستثنائية الخاصة بالدوري في نسخته الجديدة 2018-2019 والله أنا مش شايف أي حاجة خالصة أنا شايف أن الأبور كلها ماشية بطريقة عشوائية فجأة هبط علينا الدور كان الدوري جي فجأة علينا ما فيش أي استعدادات من جانب التحاد الكرة المفهوض زي دول العالم كلها المتقدمة اللي عايزة تعبق فيه عندها كرة قدم محترمة على المستوى عالي بدل ما كنا نروح المونديال في روسيا ويظهر المنتخب المظهر اللي احنا شفناه ورجعنا من دون حتى ما ناخد نقطة واحدة كان دا نتيجة عوامل كتيرة من اتحاد الكرة المفهوض قبل الزيادة كل موسم بتطلع فيه لجنة من الاتحاد ولجنة بيبقى فيها ممثل الأمن يشوف الملاعب اللي اتقام عليها الأندية الملاعب دا هتنفع اتقام عليها مبارات ولا مش هتنفع يبقى فيه صورة واضحة من صورة الملاعب علشان خاطر منجيش في نصف الموسم الملعب الأمن يعترض على ملعب قامة مبارات أهلية والزمالك مع الأندية الأخرى في المحافظات أو كده لكن دا ما منشفوش منشوف ملاعب لا تصلح اللي قامت مبارات عليها في الدور الممتاز ومنشوفها بتقام عليها مبارات وطاعت نقل المبارات عليها قبل كل دا موسم المخروض يكون فيه لوائح المسابقة أو اللوائح خاصة للمسابقة ثبتة معروفة 25 لعب كل سنة ما بتتغيرش كل سنة إحنا عندنا للأسف اتحاد القرى بيطلع لنا ببضعة جديدة بيسمها التماع مع الأندية قبل الموسم وشوف ياخد رأي الأندية طبعا نعمل قايمة 25 ولا 28 ولا 23 حاجات يعني غريبة المخروض يكون فيه لوائح ثابتة المسابقة بيتقام عليها ودي ما بتتغيرش كل موسم زي ما دول العالم فيها معروفة إحنا للأسف ما بنحترمش اللوائح ولا بنعمل بيبقى عندنا المنتج اللي هو كورت القدم عندنا بيطلع ضعيف الدور حتى بيطلع ضعيف رغم اللي احنا بنحاول ننفق فيه أو نوسله بطريق إنه هو دور جامد عشقات للتسويق وكده لكن هو في الحقيقة المنتج بتاعنا محتاج عادة نظر كاملة وفي كل حاجة يعني طيب أستاذ عادل هل كلامك معناه أو بيشير إلى إنك شايف إن كان فيه تقصير شديد دي 28 في حد الكل إنهم اتشغل بشكل مبالغ فيه في الشكل الكارنفالي اللي شفناه للاستعدادات لكس العالم حتى قبل ما نحقق أي نتيجة جيدة في أي مباراة على حساب أي استعدادات لبرنامجنا المحلي في الفترة الجاية ألا أنا مش مش شايف أنا أتأكل وإنش خاكات مش شايف ده فيه تقصير جامد من إتحاد الكور بغد النظر عن كس العالم لأننا لأ طب إحنا برضو كس العالم لما رحنا رحنا مش عشان نلعب في كس العالم رحنا عشان نحتفل اللي احنا وصلنا في كس العالم فيه فرق كبير بين الاتنين عما تروح تشترك في بطولة عشان تقوم فيها تنافض فيها أو تروح تشترك في بطولة عشان تحتفل اللي انت وصلت اه ان في مشكلة ان طموحنا انتهى عند لحظة الوصول للنهائيات فكاية الطموح مش المفروض يكون انت الرياضة ما بتعرفش طافة عند حد ملهاش تقف لازم طموحك يبقى عالي فيها لو انت وصلت يبقى عندك امل وطموح كبير ان انت توصل للدول اللي قابليه عشان تقدر تستدم لكن احنا لأسف لا فيه طموح ولا فيه لوائح ولا فيه خطط ولا فيه برامج والعشوائية هي اللي بتدري المسابقة وهتشوف انت برضو هيطلع ازمات كتيرة ومشاكل كتيرة مع بداية الموسم هتلاقي اللواية بتتغير مع فترة الموسم في فترة الاتقلات الشتوية يعني هتلاقي حاجات كتيرة غلط هي سبب وقتتنا في الطرف القدم يعني كلامك بيؤكد سبقتني حتى لسؤالي التالي بكلامك او اجابتك يا سيد عاد الوضع احناك متوقع كمان تخبط ومشكلات كثيرة تطرق على المسابقة في الموسم الجديد بعد بدايته تلما ما فيش من الزوام وما فيش أسس وما فيش لوائح اكيد لازم يحصل مشاكل لو انت رجع للوراء من سنة التسعين احنا كنا رحنا لعبنا بلجيكا في بلجيكا في بروكسر واكتبناها هناك كان فيه فرق في المستوى كان احنا مستوىهم اعلى مستوى المستخد اعلى مستوى القرى المستفى العامة المصرية كانت اعلى هم خططوا من 30 سنة او من 25 سنة خططوا صح عشان يوصلوا للي هم وصلوا ليه النهاردة اللي وصلت ليه بلجيكا النهاردة ما وصلتش في يوم وليلة ما جاش بدربة حظ لا جيب تخطيط علمي وتنظيم ومسابقات قوية كل دوت جعلوا من بلجيكا قوة عزمة في فورة الكودم بتنفت على رأيكات العالم صحيح احنا فين من 90 سنة من سنة مونديال 90 لحد دلوقتي احنا رجعنا لوراء 50 سنة عما كنا عليك سنة 90 وده اللي أسف نتيجة حاجات السيرة اللي بيخش اتحاد الكورة ما عندهش برنامج أو ما عندهش فكر ده بيخش اتحاد الكورة عشان خاطر يتوق نفسه أو يتوق البزنس ولو انت اشوف مجلس اتدارة اتحاد الكورة دلوقتي وفنتهم واحد واحد السيرة الزيتية بتاعت كل واحد بساحة مدخل الكورة اتقالة من حد دلوقتي هو قد لميل الكورة المصرية عملية الكورة المصرية ولا حاجة من اول هنا بريدة من ساعة ما دخلت للحاد الافريقية ولا لاتحاد الدول قد من الكورة المصرية ولا حاجة خد على باية العناصر كلها عطام عرض الفتاح قد من يعني التحكيم التحكيم فقهد وتدور لا مسيل له والناس اللي احنا عندنا التحكيم والتحكيم في تقدم وستمر وستمر طيب حضرتك عندك مشكلة حتى في رؤيتك او تقييمك لوجود كفاءات من عدم وفي اتحاد الكورة وحضرتك حسب كلامك بتنتقدهم او بتشوف ان هما ما بيتمتعوش بالمؤهلات او الكفاءات اللازمة لتولي هذه المهمة وضحت طبعا المشكلة المشكلة عندهم هما انه مش عد مشكلة لا لا وضحت الرؤية طبعا انا قصدي ان تقييمك بيقول ان عندهم مشكلة في الكفاءات والمؤهلات التي يتمتع بها العناصر الموجودة في مجلس دار اتحاد الكورة ده حسب كلام حضرتك اعمل لهم كشف خلاص طبعا وضحت وجهة النظر وبناشكرك جدا على مشاركتك معنا في الحوار الناقض الرياضي بالاهرام استاذ عادل امين وذهب الاستاذ عادل في هذا الاتصال زي ما حضراتكم سمعته الى الحد الاقصى من رؤيته ان الامور لا تسير جيدا في الاتحاد المصر كرة القدم وشايف ان فيه مشكلات او بيطاقع وجود تخبط ومشكلات كثيرة في اتحاد الكرة بل ذهب ايضا الى انتقاد مباشر للمسؤولين في الاتحاد ورأى انهم لا يتمتعوا حسب وصفه بالكفاءة او المؤهلات اللازمة لتولي والقيام بهذه المهمة ده رأيه طبعا هو صح يعني ناقد رياضي ويتمتع بحرية الرأي ومطلق الحرية لابداء رأيه وقد يتفق معه البعض ويتفق البعض الاخر ولكن احنا سمعنا رأيه بحرية كاملة وهو بيعبر عن رفض شديد لما يرى من طرق لادارة الامور واساليب لادارة شؤون كرة القدم من قبل اتحاد الكرة المصري يعني طبعا في رؤى تانية ممكن تتفق وتختلف بعض الامور رؤى اكتر تفاؤلا رؤى كثيرة بعد كاس العالم شافت ان الاستاذ عادل ده بيعبر عن حال وواقع اننا لم نخطط بشكل جيد او لم نكتهد جيدا وان احنا سبقنا العالم كله الى الاحتفال كاننا فزنا بالبطولة حتى قبل ما نبدأ خوض اول مباراة لنا كانت امام اوروجوي وادى هذا الى هذا التراجع او الشكل طبعا غير المقبول والنتائج غير المقبولة على الاطلاق اللي ظهر عليها وانتهت اليها مباريات منتخبنا الوطني الاول خلونا نتوقف مع فاصل قصير او تقرير نتابع مع حضراتكو اولا عن طموحات النادي الاهلي وفريق الكرة في النادي الاهلي في الفترة المقبلة ونتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذا اللقاء على قدم وساق يستعد الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي لاستناف مشواره خلال الفترة المقبلة الذي سيستهله بمواجهة بطل بوتسوانا في بطولة دور ابطال افريقيا هو الهدف الاول الذي يسعى عليه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والجهاز المعاون له وهو تخطي عقبت بطل بوتسوانا في الجولة المقبلة للبطولة الافريقية وتعويض الهزيمة في الجولة الماضية امام كامبالا سيتي وانعاش اماله الافريقية خاصة وان الامل ما يزال حاضرا وفي انتظار ابناء القلعة الحمراء لا شك ان معسكر الفريق الحالي في كرواتيا حقق العديد من اهدافه الناجحة التي ياملها الجهاز الفني في زيادة التجانس بين اللاعبين الجدد والقدامة وتعود اللاعبون على الخطة الفنية التي ينوي كارتيرون الاعتماد عليها خلال الموسم المقبل لا سيما ان الحفاظ على لقب بطولة الدور الممتاز هو الهدف الاساسي المحلي الموسم المقبل بالاضافة لاستعادة لقب كأس مصر مرة اخرى فضلا عن الحفاظ على لقب السوبر المحلي الذي حصده الفريق في النسكة الماضية على حساب المصري الامال والطموحات الاهلوية لا تتوقف عند هذا الحد بل ان المشاركة في بطولة كأس العالمي للاندية من جديد هو اشتياق جديد للجماهير وايضا لللاعبين والجهاز الفني لا سيما ان النادي الاهلي هو الفريق الاكثر مشاركة في البطولة العالمية داخل القارة السمراء فضلا عن انه النادي المصري الوحيد الذي اشارك في البطولة عدة مرات منذ انطلاقتها التفاؤل يغلف ذنبات الفريق الكروي في ظل الدعم الكامل من جانب مجلس الادارة ولجنة الكرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب من اجل عودة المارد الاحمر من جديد لغزو القارة السمراء واسعاد الجماهير الاهلوية في كافة انحاء الوطن العربي محمد الشناوي طبعا واحد من نجوم الجيل الحالي من نجوم الكرة في مصر وفي النادي الاهلي وعاد ليتقلق داخل النادي الاهلي بعد ما ترك النادي الاهلي منذ عدة سنوات سبع سنوات مرت وقال انه كافح وكان يحلم منذ اليوم الاول لخروجه من النادي الاهلي وانتقاله الى اي تجارب اخرى احترافية قال انه كان بيحلم بالعودة مرة تانية والتقلق والحصول على مكانه كحارس اساسي في النادي الاهلي الشناوي سعيد بتجربته مع المنتخب وتقلقه في المباريات الودية اللي سبقت البطولة وقال انه راضي عن الشكل اللي ظهر به خلال المونديال بصرف النظر عن النتائج طبعا لم نكن موفقين فيها كفريق او منتخذنا الوطني بشكل عام لكن هو حصل على اشادة من عدد من المتابعين للشكل اللي ظهر عليه في بعض المباريات وبالتحديد في مباراة اوروجوي على سبيل المثال ربما كان افضل ظهور للشناوي في كأس العالم في هذه المباراة على وجه التحديد وقدم نفسه بقوة في الدوري المصري في الفترة اللي فاتت كحارس اساسي او الحارس الاول في النادي الاهلي رغم المنافسة مع حراس متميزين جدا ومنهم اصحاب خبرات كبيرة زي النجوم شريف اكرامي وعلي لطفي وقال المنافسة الشريفة بنا من اجل الوصول لاعلى مستوى وان الافضل يمثل الفريق داخل الملعب وان المنافسة دي لصالح النادي ولصالح مستوى حراسة المرمى والفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي وقال انه سعيد بالشكل اللي ظهر عليه وباداءه في كاس العالم وراضي عما قدم في هذه البطولة رغم خروجنا المبكر من الدور الاول وعدم حصولنا على اي نقاط لكن قال انا سعيد بما قدمت في مباراة امام هجوم قوي جدا زي هجوم منتخب اوروجوي وقال ان كان فيه تدريبات متخصصة من مدرب حراس المرمى في المنتخب الوطني لمتابعة تحركات المهاجمين اللي بيعتبروا من افضل المهاجمين على مستوى العالم سواء كنا نتكلم عن سوارز او كافاني هما من افضل واشهر المهاجمين على مستوى العالم وكان فيه دراسة لتحركاتهم واسلوب اداءهم وتحقيقهم او احرازهم للأهداف للاستفادة منه في تدريبات الشناوي والتعامل معهم بالشكل الافضل ايضا قال انه غير منشغل حاليا باي عروض قد يكون يكون طلقاها بعد ظهوره بهذا الشكل مع المنتخب في نهايات كأس العالم في روسيا وقال انه منشغل بالدرجة الاولى مع الفريق في مشواره الافريقي وبعد ما تم ترتيب الامور ولا حق اللاعبين الدوليين بالفريق الاول لكرة القدم في معسكر الاوروبي قال ان الترتيبات والتركيز كله على الفريق في الفترة الجاية ومشواره سواء محليا او افريقيا وقال انه حديثه كمان مع الجهاز الفني مع المدير الفني مع الكابتل محمد يوسف المدرب العام والقائم بعمال مدير الكرة يرتكز على تحقيق الافضل للفريق والاستماع الى رؤى واستعدادات وتكلفات الجهاز الفني للفترة المقبلة وقبل انطلاق الموسم الجديد وقال اولا واخيرا اي عرض يمكن ان اتلقى من داخل مصر او من خارج مصر عربيا او اوروبيا يجب ان تكون الموافقة عليه وانهاء الامور الخاصة به بعد ان اعرف رغبة النادي الاهلي ومجلس ادارته والمسؤولين في النادي وهما اللي من خلالهم يمكن ان انتقل الى او احصل على اي تجربة احترافية في اي مكان في العالم وايضا اكد على انه التجربة مفيدة بالنسبة له فنيا واكتسب من خلالها الكثير رغم نتائج المنتخب الا انه هو على المستوى الشخصي كحارس مرمى لمنتخبنا الوطني الاول كرة القدم سعيد بالتجربة وقال انها منحته الكثير من الخبرات المواجهة مع عدد كبير من النجوم اللي شارك امامهم في المونديال وايضا قال ان الكل طبعا غير راضي عن النتيجة وان اللاعبين كانوا بيتمنوا تحقيق الافضل وكانوا بيجتهدوا من اجل تحقيق الافضل ولكن صارت الامور في هذا الاتجاه وايضا قال احنا حاولنا واجتهدنا في المباريات وعلى وجه التحديد قال ان احنا قدمنا مباراة اكثر من جيدة امام منتخب اروجوي بعدد كبير من الاراء اكدت هذا الامر وقال اجتهدنا ايضا في مباراة روسيا الا انه فقد التركيز في بعض اوقات المباراة غير النتيجة تماما وابتعد المنتخب عن حسابات الفوز بهذه المباراة بعد تفوق المنتخب الروسي بتلت اهداف قبل ان نحرز هدفنا الوحيد في هذا اللقاء قال الاستاذ محمود الشامي يكشف تطورات ملف عودة الجماهير بيؤكد الاستاذ محمود الشامي رئيس رابطة الاندية ان عودة الجماهير في الموسم المقبل ستكون من خلال ضوابط محددة في اجتهادات كتير جدا في اشارات الى انه سيتم الاكتفاء في الفترة القادمة كبداية بعشرة فلنية فقط من ساعة الاستاذات للفريق صاحب المباراة وايضا قال في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي اللوقد باتحاد الكرة المصري اليوم الاحد ان هناك جلسة كانت امس السبت مع بعض الجهات الامنية للحصول على موافقة بعودة الجماهير في الموسم الجديد واكمل نتمنى في الدور الثاني ان يكون هناك زيادة في عدد الجماهير حالة خطي الدور الاول دون حدوث ازمات او مشكلات ناتجة عن الحضور الجماهيري وقال انه خلاص استقرر الامر وده يمكن بيقال من عدة اشهر ان الترتيبات مع الاندية ومع الجهات الامنية ومع الاتحادات المختصة اتحاد الكرة المصري تذهب في اتجاه التدرج في اعداد الجماهير او الزيادة التدريجية في الحضور الجماهيري احنا عايزين كلنا ندرس هذا الامر عايزين كلنا نستفيد بكافة الاراء الخبرات اللي ممكن تساعد الجماهير على انها تظهر بالشكل الافضل ان احنا نتعلم من التجربة اللي شفناها في روسيا ان نشوف يعني ايه جمهور بلدين منتخبين بيواجهوا بعض في بطولة هي اقوى بطولة على مستوى منتخبات كرة القدم في العالم كله الكل بيحلم بالفوز في اي مباراة بيشارك فيها في هذه البطولة الكل بيذكرها ذاكرة التاريخ بتبقي على اي فوز فيها واي لحظات استثنائية واي اهداف تم احرزها في هذه البطولة ومع ذلك الجمهور قاعد مع بعضه في المدرجات جمهور بلدين متنافسين او منتخبين متنافسين في نفس المباراة موجود جماهير بتمثل البلدين في نفس المدرج وادرين يستمتعوا بوقتهم وادرين يتابعوا المباراة وادرين يعرفوا حقيقة الاستمتاع بالرياضة او بكرة القدم من غير اي مبلغات ولا اي امور خارج عن المألوف ما لهاش اي داعي الحقيقة نقدر نعمل ده وشفنا تجارب وشايفين على الشاشة تجارب لجمهور النادي الاهلي وجمهور المنتخب الوطني وجمهور الاندية المصرية عندما يكون مدرك لحقيقة الرياضة وحقيقة الاستمتاع بالرياضة وكرة القدم ودور الجماهير انها بس تكون بعيدة عن اي تعصب او اي عنف او اي مشكلات لان ده اللي بيصنع او بيعطي المجال لفرصة حقيقية لعودة الجماهير او بيصعب المهمة على كافة الاطراف المعنية لو الجمهور رجع وكان ايضا هناك تجاوزات او كانش بعضهم مدرك لاهمية هذا الامر وان احنا بندور على الاستقرار الامني وعايزين نشوف ازاي بلدنا تبقى اجمل في كل حاجة ومنها بالتأكيد طبعا ان تمتلق الاستادات والمدرجات بالجماهير والاستاذ اللواء ثروة سويلة من المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري قال ان الجهات الامنية ويؤكد ان الجهات الامنية ستحدد ملعب مباراة الاهلي والاسماعيلي واضاف ايضا في تصريحات خلال هذا المؤتمر الصحفي لاتحاد الكرة ان هناك اجتماع مع الجهات الامنية من اجل الاستقرار على اقامة المباراة سواء في استاد الاسماعيلية او اي مكان اخر واشار الى ان الامر نفسه ايضا بالنسبة سيتم بالنسبة للقاء المصري واضاف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ان الاجتماع سيتضمن ايضا الموقف النهائي لمواجهتين الاهلي والزمالك جدير بالذكر ان اتحاد الكرة حدد الاول من شهر اغسطس المقبل موعدا لانطلاق الدوري وعلى فكرة احنا منافسة او مفيش اي نوع من انواع الغضادة في العلاقات او العداوة بين الاندية وبين اتحاد الكرة بالعكس مفروض ان كلهم في منظومة واحدة ان الامور تنجح كلهم يتمنوا التنصيق يبقى بافضل شكل استماع الى وجهات نظر متبينة ومختلفة هتثلي المجال وهتفيد الاتحاد نفسه في قراراته الاندية نفسها هتقدم افضل مقترحات لديها احنا مش في خصومة مع حد واي اراء بتمثل اي شخص في الوسط الرياضي هو مسؤول عنها طبعا اراءه الشخصية انا دايما بلتفت الى النتائج هذا الاتحاد يمثل جمعية عمومية انتخابته المجموعة انتخابته هم اللي شافوا ان هذه الفئة او هذه المجموعة افضل لهذه المرحلة يحترم هذا القرار احنا دايما بنقيم ونحسب على اساس النتائج من ينجح ومن يخفق في اداء مهمته بالحسابات وبالارقام لكن نتمنى يكونوا موفقين نجاح البطولة نجاح للكرة المصرية للرياضة المصرية واكيد رغم طبعا حزننا الشديد على الشكل اللي ظهرنا عليه في نهايات كاس العالم الى اننا لا نقلل من شأن اي شخص ولا ندخل في نوايا وحسابات اي شخص على فكرة هو ترشح له او اصبح حضو مجلس درا افتحاد الكرة الليل ان ده يعني لا يعلم نوايا الى الله سبحانه وتعالى وانا ما اقدرش اقول ان الشخص داخل عشان يسوق نفسه او يروج لنفسه او يدافع عن مصالحه الشخصية او البزنس الخاص به انا عن نفسي بقول انه احنا لنا النتائج نتائج العمل برامج العمل الاساليب العلمية ولا لا هل هم بيؤدوا بشكل جيد بيحققوا المستهدف منهم هل في تقييم علمي ودقيق لنتائج شغلهم هل حقق المطلوب واللي كان معلن انه هيتحقق ولا لا لكن الاشخاص كل الاشخاص محل احترام وتقدير وليس لنا الا تقييم العمل نفسه او برامج العمل ونتائجها سواء حققت المطلوب ام اخفقه في تحقيق المطلوب لكن النواية طبعا احنا بعيدين عن تقييمها تماما وحدش يدر يقول فلان ترشح عشان عايز يقدم شيء لبلده شيء للرياضة محب الكرة القدم ولا عنده مطامع واهداف شخصية دي امور يعني من يتحدث عنها ده حق المطلق ده رأيه الشخصي ولكن احنا لنا دايما التقييم الخاص بالعمل نفسه وهو اللي دايما محل خلاف القضية نفسها مش الاشخاص احنا ماشيين صح ولا غلط احنا زي دول العالم المتقدمة ولا لا ايه الفارق او ايه اللي عامل الجاب او الفجوة الكبيرة بيننا وبين دول حتى في منطقتنا ظروفها الاجتماعية الاقتصادية مشابهة لنا تاريخها في الكرة ليس اكبر من التاريخ المصري دول زي المغرب احنا بنشوف نتمنى يبقى اداءنا بشكل او مشابه لمنتخب المغرب في بطولاتنا الدولية اللي هنشارك فيها الفترة الجاية ان شاء الله وكمان يبقى طموحنا بيزيد زي ما قال الاستاذ عادل في بعض التصريحات واستاذ عادل امين نقد رياضي قال ليه يبقى سقف الطموح منخفض ليه نحتفل او نقول نحققنا غاية ما نريد بمجرد التأهل الرياضة لا تعرف التوقف عند سقف محدد بالعكس عايزين نكمل وعايزين سقف طموحاتنا يزيد دايما هنشوف ايه اللي هيوصل له اتحاد الكرة وايه اللي هيتحقق في الفترة الجاية وما هي نتائج الاجتماعات الجاري العمل عليها معنا على الهاتف سيادة العميد ثروة سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة سيادة العميد مساء الخير أهلا وسهلا زي حضرتك عايزين يعرف من حدك التفاصيل الجاري العمل عليها الترتيبات الاتفاقيات مع المسؤولين في الجهات الأمنية المسؤولين في إدارات الأندية إلى أي مدى وصلنا في تحديد الاستادات والملاعب وأيضا الأمور الخاصة بعدد أو نسب الحضور الجماهير أستاذ محمد طبعا مبدئيا طبعا احنا الاتحاد الكرة بيمر بظروف صعبة جدا ألوه أن احنا احساس الاتحاد الكرة ومجلس الإدارة بأن في حالة حزن على الشعب المصري وجماهير الكرة المصرية بصفة خاصة على إخفاق المنتخب في كاس العدم وأن النتائج كانت يعني غير مشغفة وغير يعني ما جاتش على أمال الشعب المصري كان عنده طموح طبع الشعب المصري ما كانش نوصل نحنا ناخد كاس عدم طبع الشعب المصري كان يبقى فيه يعني شكل مميز للمنتخب مصر فبالتالي احساس الاتحاد الكرة بأنه سبب في أحزان الشعب المصري مكان دي طبعا نحن في حالة اعتذار دائم للشعب المصري مش معنى كده نحن بنعترف أنه في أخطاء داخل اتحاد الكرة لا اتحاد الكرة عمل معاليه بالنسبة لي تجيز المنتخب لروسيا معسكرات مقابلات مباريات تجريبية مدير فني وصلنا كاس أمم ووصلنا نهاية كاس أمم وصلنا كاس عدم كان لازم تحتفظ به عشان يستكمل مسيرته مسيرته ولكن فعلا حاسين أن مجدد المستوى وفعلا حق الشعب المصري على منظومة الكرة أن الحاجة الوحيدة التي كانت تسعد مهير مصر كلها في الفترة الأخيرة مصدر السعادة كان الكرة في مصر أصبح الآن مصدر حزن وألم ده كلها كابتل محمد عمل حالة من المحباط للاتحاد الكرة والمسرين في الكرة ففي إطار أنك أنت هذا الموضوع نعتزل للشعب المصري كله نعتزل لجميع القرية المصرية وبنقول حرصا على أن بصورة الاتحاد الكرة ليس بالصورة المصدر المشهد أنه كان فيه تسايم وفيه كده إحنا دعينا جميع الجهات التضاقبية لجان موجودة في اتحاد الكرة على علا وعسى أن تتضح الرؤية للجميع أن الحمد لله عمل كل حاجة ولكن التوفيق في الكرة وارد توفيق وارد عدم التوفيق ولكن كان هناك أخطاء فاللجان الموجودة ستبرز الأخطاء والمخطئ ونتمنى المخطئ يبقى معروف للرأي العام أن كان هناك خطأ من اتحاد الكرة وفيه قرار لاتحاد الكرة في ظل الظروف دي كلها وحالة الأحباب دي كان لازم تستكمل المسيرة أو كان لازم أنك أنت الدور العام يبدأ في معاده لأنه عندك تدخل في المواسم عندك دور عام وكون فضرالية وبطولة أمدية وبطولة العربية ربنا يوفى نادل أن إن شاء الله بإذن الله بطولة الأمدية أندية العالم للأمدية كل الكلام ده كله كان فيه تكليف في الكابتن عامل حسين وتكليف أنا آسف لمقاطعتك سيادة العميد إحنا هنكمل كلامنا في النقطة دي بس بما أن حداك بدأت البداية المهمة اللي اتكلمت فيها عن شعورك بحالة الأحباط الموجودة في الشارع الرياضي حداك أكدت إن ما كانش فيه تقصير إن النتائج مش على المستوى المقمول وإنكم بتعتذروا لكن إن ما كانش فيه تقصير أو تسايب بالشكل اللي أثير في الرأي العام أنا بس هنتقل مع حداك للدور اللي استدادت له بس هسأل حداك في كلامك المهمة ده سؤال واحد هل حضرتك بتجزم أو بتقطع الآن وإحنا على الهوى إنه ما كانش فيه مساحة من الاستهانة يعني إن المعسكر ما كانش فيه قدر الحزم والصرامة المعروف إنه مطلوب في بطولات زي دي أو إن كان فيه سماح لعدد من الفنانين أصدقاء الليعابين الشخصيات العامة بالحضور إحنا هناخد كلام حضرتك يعني بشكل موثوق فيه جدا هل حداك بتقول التركيز والجدية كانت على المستوى المطلوب ولا لا هناك في المعسكر أصدقاء عمد مفيش مجال إن احنا نزوى الكلام أنا بقول لحضرتك بمنتهى الصراحة كده معسكرات المنتخب وما أسير في المشهد في الرأي العام في مصر هنا عن تسيب في معسكرات المنتخب ده غير غير الواقع اللي حصل بالضبط أنا بقول لحضرتك وارد كان فيه أخطاء من بعض اللعيبة واللي شفناها في المشاهد والمواقع اللي حصل وده يبقى فيه حساب جامد جدا للعيبة اللي عملت كده لكن زيارات في غرف وكلام اللي اللي تقال ذا كابتا محمد بعيد تماما عن الواقع كانش حد يقدر عده مجلس إدارة يطلع غرف اللعبين كانت فيه كارت دخول للدور بتاع اللعيبة مش موجود غير مع الكابتا بليطة مدير المنتخب أنا عاوز أقول لحضرتك المشهد مصدر للشعب المصري أنه كان فيه حالة تسيب غير طبيعية يعني حضرتك بتقول النقد اللي وجه للمنتخب ومعسكره إقامته في روسيا كان فيه مبالغة بعض الانتقادات مبالغ فيها مش حقيقية ويظهر من كلام ده بعد إذن حدك كل الجهات الرقابية شغالة على موضوع التذاكر شغالة على موضوع التسيب في المعسكر شغالة على موضوع البعثة كل الحاجات دي يتم فحصها وإحنا كنا حرصين جدا على أن احنا نقدم كل المستندات وكل الملفات المطلوبة من الجهات الرقابية تفضلوا لأن احنا حرصين جدا أن احنا نبين للشعب المصري إن كان هناك فعلا أخطاء يتحاسب عليها أو ما فيش أخطاء إذن الوضع يبقى واضح للشعب المصري ده كلام مهم جدا وكلام ما حدش يقدر يختلف معك عليه سيادة العميد ونتمنى أنه تنتهي هذه اللجان اللي بتقوم بدورها من وزارة الشباب والرياضة والانتهاء لإعلان النتائج بشكل فيه شفافية ومكاشفة وبشكل دقيق جدا عشان ما يبقاش فيه لا تجني على اتحاد الكورة ولا تهاون فيه حساب أي مقصر بشكرك على الكلام ده هرجع محوظاك للاستعدادات سريعا اللي بتجري الآن على قدم وثاق للدوري الموسم الجديد هل ماشيين بشكل كويس هل مطمئنين إن جدول الدوري هيبقى مستقر والأمور ترتيباتها الأمنية والإدارية والخاصة بالملاعب والموعيد والأزمنة الخاصة بالبطولة كلها هتبقى يتم الانتهاء منها قبل ما البطولة تبدأ ولا لسه الأمور متخبطة لازم عبد محمد لما نيجي نتكلم على على مصابة الدورة العام نتكلم على الجدول نقول إن الكابتن عمر حسين رئيس للمنطقة المصابات تم تكليفه باستمراريته وتقديد السخف فيه من اتحاد الكورة ومن ربطة الأندية اللي أنا بتشرف أن أعوده فيها بالأس المهندس محمود الشامي كان فيه اجتماعات مستمرة خلال الأسبوع الماضي وقبل ما يسافر المهندس أنا بريدة اجتمع مع الكابتن عامر ومع المهندس محمود الشامي وأنا معهم وعلى أساس نحط الخطوط العريضة في مسابة الدوري وكان مجلس الإزارة موجود بالكامل وكانت موجود الأندية بالكامل على أساس أن نبدأ في شهر الثمانية في الأسبوع الأول من شهر الثمانية لما تيجي تتكلم على مسابة الدوري العام بتتكلم على كاس مصر بتتكلم على الكونفدرالية بتتكلم على بطولة الأندية بتتكلم على البطولة العربية اللي داخلة بقوة جدا بتتكلم على كاس أمم هيبدأ في الأسبوع الأول من شهر الثمانية كل الكلام ده سبحان محمد بحتاج فعلا تركيز جامد جدا من الكابتن عامر حسين عشان يعمل جدول ويبدأ للقورة عن النهار ده وتتعامل كان فعلا يعني فعلا جود محمود للكابتن عامر حسين رئيس اللجنة بنيتكلم بعد إذا نحطك على اللي بعد الجدول احنا عاوزين الجمهور احنا خدنا خطوة مهمة جدا في عودة الجمهور في آخر موسم الماضي مطشة كاس مصر وخاصة النهائي كاس مصر من الزمالك وسموحة كان فيه مش أهل من السنة 7000 وتفرج قصة 13000 وكان دي أول مطش محلي يما فيه العدد هل وارد يصل الرقم لعشرة في المية من ساعة الاستاد للفريق صاحب المباراة بص حضرتك يا زمحمد احنا بنتكلم دلوقتي بنعمل فيه يعني تقدر تقول كده تنسيق تام يمكن بنشكر برضو عشان ندي كل واحد حقه بنشكر الوزير المحترم اللي هو مجد عبدالعفار وزير الداخلية الأسبق اللي كان حريص واثر بعودة الجمهور في الموسم الماضي بنشكر مهندس خادر عبدالعزيز وزير الشراب والراضة اللي أسبق على برضو قهده في هذا الموضوع وسعي جميل ترجع لما يجي نتكلم النهاردة بنقول إن وزير الداخلية اللي هو محمود توفي إن اللي هو عبدالرشاد مساعد الوزير للأمن مكلف بقبل الوزارة إنه هو يتولي هذا الموضوع فيه حرص من وزارة الداخلية لازم يكون الجماهير موجودة في هذا الموسم فعش بعد كده نشوف مدرجاتنا في ظل وجود وزارة الداخلية واحترمة جدا وقوية جدا زي وزارة الداخل المصري فعش نحن نكون عندنا مشهر تاني بدون جمهور في هذا الموضوع وجود الدكتور أشرف صلح وادير الشاب ورياضة بيتكلم النهاردة على نظام هو ماشي فيه وهو كان بتعامل في المقف ده من قبل كده فإحنا ماشيين بخطة إن احنا عاوزين نرجع جمهور عز محمد مش يرجع مصرش واتنين ولا قدر الله يحصل أي مشكلة لأ إحنا عاوزين منحدد مسؤوليات منحدد أعداد منحدد الملاعب اللي هتلاعب عليها المدرجات نهاردة عندك أهل ومصري عاوزين ننهي مشكلة إن المصر يلعب خارج بورسعيد خلاص كل وقت اللي المصر يلعب مرشاته العربية بورسعيد ما بقاش بقى مش عاوزين نصدر أزمة تاني ما بين بورسعيد والنادي الأهلي آه عايزين ننهي الكلام عن أي أزمات سابقة خلاص يعني عايزين نتكلم عن مرحلة جديدة كلنا بنبدأها مع بعض دلوقتي لكن أنت برضه عمد في إطار برضو هذا الموضوع لازم ما هياخد وقت فبنبدأ نحن نقول ماشي المصر يلعب بحث كامل مع جهات الأمنية المصر يلعب مرشات بورسعيد كل ده حضرتك مقترحات وتوصيات عشان هنقعد مع يعني آخر قعد إن شاء الله مع الأمن هنحط المطشات إيه والمطشات التلاقي في العرب إيه المطشات الأهلي ومصر فين أهلي والإستماعيل هتتلاقي بإزاي احنا مش حابين نصدر مشكلة على الأقل إن مصر يلعب في بورسعيد الإسماعيل يلعب مع الأهلي في إسماعيلية يعني حابين بقى نرجع الأمور لطبيعتها بقى للشكل السابق طب أخيرا عفوا انسيادة العميد كمان في نقطة مهمة الناس كلها بتتساءل طبعا فيه اجتهدات دلوقتي من الاتحاد للترتيبات ولجنة المسابقات للترتيبات الخاصة بتحديد الملاعب والجدول امتى ينزل أو متى تتوقع أن يعلن معاد عايزين حضراك تقوله معانا على الهواء دلوقتي يعلن من خلاله أو يعلن من خلاله اتحاد الكرة جدول متكامل بالمواعيد والتواريخ ومقارات المباريات أو استادات وملاعب المباريات ده ممكن يظهر للرأي العام امتى بسبوع الجاية إن شاء الله بإذن الله يكون الكابتن عمر خلاص الجدول الملاعب انت ما عندكش مشكلة في الملاعب بس احنا فيه أندية حتى اللحظة اللي بتكلم حالك فيها ما حددتش الملعب اللي هتلعب عليه ولما تحدد الملعب بيبجيب موافقة أمنية من المدرية التابعة لها باللاعب عليه فالحاجات بكل هزي محمد إن شاء الله بإذن الله قبل عشرين سبعة هيكون بإذن الله الجدول بالملاعب أعداد الجماهير لكل استاد انت بعد إذنك تقدرش تقول مثلا الجماهير اللي بتبقى في استاد القاهرة طبقا دي جماهير اللي في استاد اسماعيلية أو قد الجماهير السارة سكندرية سارة القاهرة اللي ألفين فيها ما يظهرش فكل استاد يبقى ليه عدد من الجماهير وده عشان يبقى فيه بداية وده خطوات تدريجية يعني انت ما بتبدأ بألفين أو تلاتة أو أربعة أي إن كان العدد يعني بخطوة إنك انت المسلم يعني المسلم اللي جاي لتعدي المرحلة دي وده اللي عملنا المسلم اللي فات بدأنا بمثين تلتمية خمسمية وصلنا الخمس تلاف في نهاية كاس مصر فدي كلها إن شاء الله لأسبوع الجاس عامل هتكون نقم الإسبوع القادم ده كله هيعلن حضرية بتؤكد ده طيب إن شاء الله كونوا موفقين وتردوا على كل المتخوفين أو المنتقدين اللي بيقولوا إنهم شايفين الأمور ماشية بشكل متخبط تردوا على ده بالعمل وليس بالتصريحات من خلال جدوى المعلن وتنظيم كامل بيشهد كافة الأمور أو بيضع النقاط على الحروف في الحضور الجماهيري والأعداد ومواعيد المباريات وأيضا الاستادات والملاعب التي تستضفها نتمنى وفي هذا الوقت سنشيد بجهد اتحاد الكرة لو انتهى من كافة الترتيبات ونمنح كل ذي حق حقه بشكرك جدا على المشاركة معنا سيادة العميد ثروة سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم طبعا حسب كلام المدير التنفيذي للاتحاد الكرة ستعلن الأمور كاملة في خلال الأسبوع القادم إن شاء الله ونتمنى أن ينتهوا من العمل بشكل دقيق وعلمي ومتكامل وأن الصورة تتقدم كاملة بعد التنصيق مع كافة الجهات المعنية اللي بتضع اللمسات الخاصة باستضافة المباريات وتنظيم مباريات الدوري الممتاز المصري في نسخته الجديدة 2018-2019 حانا ننتقل خبر آخر بعد تصريحات اللواء ثروة سويلم عدد من الأندية بتستعده بيجري استعداد فيها على قدم وساق الكابت محمد عمر بيقول الاتحاد جاهز لضربة البداية الدوري الممتاز كابت محمد عمر نجم الكرة المصرية السابقة والمدير الفني الفريق الاتحاد بيقول مواجهاته الأولى صعبة جدا في الدوري مع أندية قوية ولكن بيقول أنا ما بحسبهاش كمدير فني حواجه مين هو هيبدأ هذه المواجهات بالمقاولون والزمالك والإسماعيلي ولكن بيقول أنا مش بفكر كجهاز فني حلاعب مين مفروض أن أنا كفريق لو أنا جاهز لتقديم مستوى جيد وأنافس على تحقيق نتائج جيدة في الدوري الممتاز لابد أن أنشغل بأدائي في الملعب أي أن كان المنافس وأي أن كان ترتيب المواجهات في الدوري سواء بلعب هذا الفريق في بداية أو نهاية الموسم أو بداية الدور الأول أو نهايته مش هتمثل فريق بالنسبة له والكلام على لسان كابتن محمد عمر بيقول بنستعد بقوة لتقديم صورة وشكل فني ونتائج جيدة للاتحاد السكنداري هذا الموسم ومدير الكرة في بيترجات أيضا الكابتن حماد أنور يقول مستعدون للجميع وهدف بيترجات المربع الذهبي مدير الكرة في بيترجات بيقول أن بداية المشوار أيضا بمواجهات صعبة أمام الزمالك ثم الإسماعيلي ثم المصري بيقول المباريات اللي حنبدأ بها مشوارنا في الدوري الممتاز قوية جدا وصعبة للغاية ولكن هذه المواجهات ستأتي حتما ومن يسعى للمنافسة يجب أن يكون جاهز لهذه المواجهات في أي مرحلة من مراحل الدوري وفي أي ترتيب لهذه المباريات وبيقول وضعنا خطة بيقول أن إدارة النادي والجهاز الفني وإدارة الكرة وضعوا هدف لهم أو نسب عيونهم هذا الموسم أنهم يصلوا للمربع الذهبي وأنهم يكونوا ضمن الأربع فرق الأولى في جدول الدوري الممتاز وما يترتب على هذا الأمر من التأهل للبطولات الدولية إلى آخر ما ينتج عن هذا التقدم في ترتيب الدوري الممتاز وبيقول هذا هدف الفريق هذا الموسم وأهلي جدا يبدأ غدا استعداداته للموسم الجديد هننتقل لبعض الأندية طبعا اللي بتحمل اسم النادي الأهلي خارج مصر واللي بتاخد من النادي الأهلي مثال ونقطة مضيئة بتسير على نهجة في عدد من الدول والدوريات العربية المختلفة غدا الاثنين بيبدأ فريق الأهلي السعودي تدريباته استعدادا للموسم الجديد وتحت قيادة الأرجنتيني باولو جويدي واللي بتولى القيادة الفنية للفريق بابلو جويدي واللي تولى القيادة الفنية للفريق خلفا للتونسي المدير الفني التونسي اللي رحل عن الفريق ولم يكمل تجربته أو تعقده مع الفريق أو لم يجد تعقده مع الفريق وسلم دفت قيادة الفريق إلى المدير الفني الجديد وأيضا بيقول المدير الفني الجديد للفريق أنه بيركز في الفترة الجاية على الجوانب الخططية والفنية وتحسين نتائج وأداء الفريق في الفترة الجاية والمنافسة في البطولات السعودية والبطولات الدولية أيضا التي يمكن أن يتأهل لها ويشارك فيها الأهلي السعود مشاهدين نتوقف الآن اسمحوا لنا أن نتوقف مع فاصل قصير وبعد هذا الفاصل سنعود بعد قليل لاستكمال هذه الحلقة من حلقات الأهلي في كل مكان خلونا نشوف هذا التقرير عن منتجع مطروح شرفنا الكابتن النهاردة الحمد لله بالزيارة هو المدير التنفيذي للنادي الأهلي والحمد لله زيارة جت في معاد جميل إنه هو معاد تغيير أفواج فكان فيه أعضاء بيسلموا شليهاتهم وانتهت فترة إقامتهم في المنتجع وأعضاء لسه جايين الفترة جديدة كابتن رحب بالجميع وقعد معهم جميعا واتطمن على الخدمات اللي بيتم تقدمها في المنتجع ورضاهم أو عدم رضاهم عن المستوى الخدمة الحمد لله يعني نقول إنه فيه استحسان من معظم أعضاء النادي للخدمات المقدمة للأعضاء في المعسكر الكابتن اتطمن ولف معي في جميع أماكن المنتجع من المباني كلها من أول المبنى إيل المبنى بي سي مبنى دي وتفقد أعمال الصيانة اللي تمت خلال الفترة للتجهيز المنتجع الحمد لله مع بداية المجلس كان حريص جدا زي ما حضرك قلت إنه هو يهتم جدا بمرسة مطروح وبمرفقات بتهدي مرفق مرافق مرسة مطروح تم تجديد محطة المواتير كل مجلس إدارة النادي الأهلي كحريصة كل الحرص إنه يتقدم أفضل خدمة وأحدث حاجة موجودة في الوقت اللي هم موجودين فيه فالشكر لهم جميعا يعني تم عمل الصيانة اللازمة لجميع مرفقات المنتجع مرافق المنتجع تم زيادة الرقعة الخضرة والاهتمام بيها تم عمل كل ما يلزم داخل الشليهات من صيانة للأجهزة التكييفات للتلفزيونات للدش بحيث إن العضو يخش للشليه أكنه هو أول مرة يستخدمه يعني كل فوق احنا عندنا 26 فوق كل فوق بيجي بيبقى متخيل إن الحاجة دي محدش يستخدمها قبل منه بسبب الحمد لله إن متوفرة كل الأمور اللي بيحتاجها العضو في عمل صيانة أو تطوير للمنتجة كابتن ناقش معنا حاجات كتير وناقش مع محمد بي مورجان مدير التنفيذي المهندس سامح المستشار الهندسي للنادي أمور بإذن الله بإذن الله في حالة تنفيذها عضو النادي الأهلي هيحس بمدى اهتمام مجلس الإدارة الحالي بإنه يطور خدمات مرسا مطروح المعسكر كأننا كنت لسه مستلموا مبارع وده رحب نحاول نقدم خدمة للهضو بقى خدمة مميزة يجي لقي مكان مظيف مكان محترم هي مرسا مطروح صنبالات جميلة والبحر بتاحها جميل جدا فالحمد رحب نحاول نحاول نحافظ على المكان بقادر الإمكان ودي كان طبعا تعلمات مجلس إدارة وكان لكات المحمود كان أصر يجي يتابع بنفسه بقى المراد معانا أعمال السيونة اللي تمت ولف معانا في كل مكان في المعسكر ودخل الشلهات ودخل المطعم ودخل المطبخ شاف كل حاجة بنفسه عشان نطمئن إن الأمور زي ما احنا قلنا لهم فهو جيت أكد بنفسه وشاف وطمم الأعضاء كمان وقبلهم وشاف بعض الأماكن آه هنا في كذا عايزين نعمل كذا بنفكر في مستقبل حنعمل إيه في المعسكر يعني كان فيه برضو خطة مستقبل لها شوية مشان كي يعملها دلوقتي آه سمع من الأعضاء كويس قوي كان حريص أن يشوف كل مكان في المعسكر عشان يبقى واقف على الواقع إيه اللي بيحصل في المعسكر وإيه الوضع فيه ووضع الاستيانة بتاعته ووضع الخدمات مدير المعسكر طبعا شرح وافي اللي بيعمل له العض من أول التسكين لحد المغادرة فالحمد لله زيارة غت موفقة النهاردة عموضة المعسكر والحمد لله طبعا شوفنا مع حضراتكو هذه الزيارات الميدانية اللي بيجريها عضاء مجلس الإدارة بقيادة الكاتف محمود الخطيب رئيس النادي للتأكد والوقوف على مستوى الخدمات وتطويرها في كل المرافق التابعة للنادي الأهلي سواء في المقار المختلفة أو في أي مقر من المقار خارج القاهرة وفي أي مدينة أو محافظة مصرية أخرى زي ما شوفنا في هذا التقرير فيما يتعلق بمنتج عمرسة مطروح خلونا كمان نتكلم من حلقتنا النهاردة دايما بنفكر حضراتكو بواحد من نجوم الكرة في النادي الأهلي نجم أهلاوي كبير له بصماته في الرياضة في كرة القدم في مشوار النجاح الأهلاوي الكبير المستمر على مدار سنوات طويلة النجم اللي بنتكلم عنه النهاردة النجم الكبير وليد صلاح الدين نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقا وواحد من أفضل وأمهر اللاعبين بإجماع الأراء المهارسة كرة القدم في مصر وفي المنطقة العربية والقارة الأفريقية ولعب من اللاعبين الجمهور طبعا لا يمكن أن ينساهم لأن ليهم بصماتهم في الملعب وفي نتائج وانتصارات حققها النادي الأهلي أو المنتخب الوطني وكان من اللاعبين المؤثرين أصحاب كمان المهارات الخاصة جدا بيكونوا بيشكلوا أو بيمثلوا الفارق النوعي في بعض المباريات وعلى حساب بعض المنافسين خلونا نسمع مع حضراتكم هذا التقرير عن النجم وليد صلاح الدين أمير الموخوبين وليد صلاح الدين هو واحد من أمهر وأحرف من لمس الكرة في مصر بالإضافة لما يملكه من شعبية كبيرة ويحظى بحب جارف من الجماهير المصرية بصفة عامة والأهلوية بصفة خاصة وبعلاقة طيبة مع عشاق الفانلة الحمراء حيث قدم لهم الكثير من لمسات ساحرة ورشاقة وأداء راق وتميز بأخلاقه الرفيعة وهدوئه وبالرغم من اعتزال الكرة بقي وليد صلاح الدين محتفظا بشعبيته الكبيرة من جماهير القلعة الحمراء بدأت مسيرة وليد مع الكرة وعمره 12 عاما عندما اختاره الراحل محمود السايس وضمه إلى صفوف الناشئين بالناد الاهلي بعد أن أعجبه بموهوبته ثم جاءت فرصة المشاركة في الفريق الأول على أياد المدير الفني الألماني بايتسا عام 1989 شارك في بطولة كاس الاتحاد التي يقيمت بديلاً للدور المصري موسمة تسعة وثمانين تسعين بسبب مشاركة المنتخب الوطني في نهايات كاس العالم بإيطاليا عام تسعين حصد الموهوب وليد صلاح الدين مع المارد الأحمر عشرين بطولة منها سبع بطولات للدور الممتاز وست بطولات لكاس مصر إفريقياً حقق مع الأهلي بطولة أبطال الكهوس عام 1993 وكذلك دوري رابطة الأبطال 2001 وكاس السوبر الإفريقي 2002 كما ساهم في فوز الأهلي بأربع بطولات عربية هي كاس أبطال الكهوس عام 1995 كاس أبطال الدوري عام 1996 كاسين للنخبة 97 بالمغرب و98 بتونس لا ينسى عشاق النجم الكبير هدفه في مرمى الرجاء البيطاوي المغربي في كاس أبطال الدوري التي يقيم بالقاهرة عام 1996 عندما روخ الدفاع المغربي وحارس مرماه ليحرز هدفاً تاريخياً لا ينسى جعلت كل من في استاد القاهرة يقفون لتعييته على الهدف الرائع ولموهبته الشديدة كثيراً ما تعرض أمير الموهبين للإصابة ابتعد عن الملاعب وحرمت الجماهير من لمساته الرائعة وأدائه الممتع بعد مسيرة حافلة اعتزل النجم الكبير وكان قبل اعتزاله مباشرة انتقل للعب مع فريق الاتحاد السكندري قدم معه موسماً رائعاً وبعد اعتزاله عاد مرة أخرى لبيته النادي الأهلي ولكن هذه المرة كمدرب في قطاع الناشئين ها هو الآن يخد تجربة جديدة في مجال الإعلام فكل التوفيق لأمير الموهبين وليد صلاح الدين الذي سيبقى في قلوب عشاقه دائماً وفي ذاكرة الجماهير المصرية على اختلاف انتماءاتها موسيقى حاوز يجيب هدف تاريخي وليد صلاح الدين حاوز يجيب هدف تاريخي وأعرض هدف تاريخي موسيقى بشوار نجاح كبير وبطولات وإنجازات شارك في تحيائها مع زملائه من نجوم النادي الأهلي النجم الكبير وليد صلاح الدين أمير الموهبين اللي استحق هذا اللقب لمهاراته الخاصة جداً وكان بالفعل واحد من أمهر اللاعبين اللمسوا كرة القدم واحترفوا كرة القدم في مصر وفي العالم العربي وكان من الهتفات كمان عشان طريقة أداءه الخاصة جداً في الملعب ومهاراته العالية كان بعض الجماهير بتشبهه بالكابتن محمود الخطيب وكان ضمن الأغنيات اللي بتغنى له كانوا بيقولوا وليد زي الخطيب في المدرجات وهم بيستمتعوا بأداء هذا النجم الكبير وبيشبهه بينه بين الأسطورة محمود الخطيب طبعاً واحد من أساطير كرة القدم طبعاً على مستوى القرى الأفريقية والعالم العربي والكرة المصرية الكابتن وليد صلاح الدين بالتأكيد هنتكلم عنه أكتر في الفترة الجاية في حلقاتنا الجاية في ذاكرة الرياضة والكرة المصرية مباريات شارك في طبعاً حسمها لصالح النادي الأهلي أو لمنتخب مصر النجم الكبير وليد صلاح الدين خلونا نتوقف مع فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لاستكمال الحوار ونتحدث عن مستوى الأداء في قطاع الناشئين في النادي الأهلي ومنظومة قطاع الناشئين وتطويره وطموحات المدربين أو الأجهزة الفنية في قطاعات الناشئين في مصر ودورها في الفترة الجاية في خدمة المنتخب الوطني الأول والفريق الأول أيضاً في النادي الأهلي هيكون معنا في الستوديو الكابتن أمين عرابي المدير الفني لفريق النادي الأهلي مواليد 2004 فاصل ونعود أهلاً بحضراتكم مرة تانية ما زلنا معكم من خلال الأهلي في كل مكان وهنتكلم النهاردة عن قطاع الناشئين لاختبارات بأعداد ضخمة جداً بتتقدم من أجل الحصول على فرص للمشاركة في مختلف الفرق في المراحل العمرية المختلفة في النادي الأهلي خلونا في بداية هذا الحوار نرحب نجم الكرة المصرية السابق والنادي الأهلي الكابتن أمين عرابي المدير الفني لفريق النادي الأهلي مواليد 2004 أهلاً بك أنا مبسوط وسعيد أن أنا معكم وسعداء بوجودة الله يخليك حانات الأهلي كابتن أمين قلنا أخبار لاختبارات إيه؟ الناس عايزة تعرف طبعاً الضغط شديد جداً قلنا تقريبياً كده متوسط الأعداد اللي متقدمة لاختبارات لا يعني عايزة أقولك بسم الله الرحمن الرحيم أعداد كبيرة جداً رغم أن التكتس بتاع زادت شوية السعر بتاعها لكن شاف أن الأعداد كبيرة جداً إحنا ممكن في يوم نشوف 1500 و2000 لعيب وفي أيام بتتعدى الحدود فالإقبال كبير جداً والإقبال شديد لسببين نمر واحد أنه هو جاي النادي الأهلي ونادي القرن والنادي اللي بيتمنى كل واحد أن يبقى جواه نمر اتنين أنه هو بقى عنده حلم وطموح أنه في يوم من الأيام يبقى لعيب كبير ولعيب معروف لأن بأمانة كده إحنا عندنا حالة اسمع محمد صلاح فالدنيا كلها اتجهت إن بقت عايزة تبقى محمد صلاح فدي عاملة مشكلة كبيرة يعني بس فلك محمد صلاح زود عدد الناس اللي حابة تدخل مجال الكلام طبعاً طبعاً دي بأمانة يعني وخلى الناس كلها عندها الطموح فبقت ظاهرة يعني مش عايز أقولك إن الأعداد اللي بتيجي يومياً إحنا بنبدأ اختبارات تعليمات الكابتن فتحي مبروك بنبدأ سبعة ونص بالدقيقة إحنا يوم الخميس ما خلصينا أربعة من سبعة ونص إلى أربعة ما فيش دقيقتين راحة فتخيل أنت العدد ده تخيل أنت الأعداد دي كلها فلا يعني يعني في كل مرحلة حضاك كمان قلت لنا قبل ما نبدأ اللقاء إنه في كل مرحلة عمرية ما بيقلش المتقدمين عن ألف ده في اليوم في اليوم الواحد في اليوم الواحد طب بتشتغلوا إزاي كنت تنقمين عشان تقدروا لو تعليمات إدارة قطاع الناشئين وإدارة النادي مجلس الإدارة ولجنة الكورن إن مطلوب تشوفوا كل لعب وتفحصوا الحالات دي كلها وتختاروا الأفضل إزاي بتقدروا تشوفوا الأعداد دي كلها؟ أقسمين العمل إزاي؟ الكابتن فاتحي طبعا الكابتن فاتحي مبروك هو رئيس القطاع معاك كابتن هاني رمزي أقسمنا أو هو أقسم القطاع لتمن لجان كل لجنة فيها تلات مدربين زائد مدرب حراس مرمى بيبدأ المجموعة بتنزل كل مجموعة مكونة من عشر لعبين في تمام ملاعب بينزلوا في وقت واحد بيدي حوالي خمس دقائق كل ولد كورة بيشتغل أي مهارة هو عارفها بيشتغل كنترول خمس دقائق حرة حرة خالص فأنت من خلال الخمس دقائق دي بتبدأ تاخد فكرة وانطباع عن الولد لأن الكورة مش محتاجة العيب الموهوب بيبان عليه فأنت بتاخد انطباع أول حاجة أن الكورة مش هتبعد عن رجله بتاخد انطباع أولي بتشوف السنس بتاعه بتشوف المهارة بتاعته بعد كده بنعمل تأسيمة حوالي عشرين دقيقة أهلا بحضراتكم مرة تانية مازلنا معكم من خلال الأهلي في كل مكان وهنتكلم النهاردة عن قطاع الناشئين لاختبارات بأعداد ضخمة جدا بتتقدم من أجل الحصول على فرص للمشاركة في مختلف الفرق في المراحل العمرية المختلفة في النادي الأهلي خلونا في بداية هذا الحوار نرحب نجم الكورة المصرية السابق والنادي الأهلي الكابتن أمين عرابي المدير الفني لفريق النادي الأهلي موليد 2004 مساء الخيري كابتن أمين أهلا بيك أنا مبسوط وسعيد أن أنا معكم وسعداء بوجودك الله يخليك حانات الأهلي الله يكريم كابتن أمين قل لنا أخبار لاختبارات إيه؟ الناس عايزة تعرف طبعا الضغط شديد جدا قل لنا تقريبيا كده متوسط الأعداد اللي متقدمة لاختبارات لا يعني عايزة أقولك بسم الله الرحمن الرحيم الأعداد كبيرة جدا رغم أن التكتز بتاع زادت شوية السعر بتاعها لكن نشاف أن الأعداد كبيرة جدا إحنا ممكن في يوم نشوف 1500 و2000 لعيب وفي أيام بتتعدى الحدود فالإقبال كبير جدا والإقبال شديد لسببين نمرة واحد إنه هو جاي النادي الأهلي نادي القرن والنادي اللي بيتمنى كل واحد إنه بقى جواه نمرة اتنين إنه هو بقى عنده حلم وطموح إنه هو في يوم من الأيام يبقى لعيب كبير ولعيب معروف لأن بأمانة كده إحنا عندنا حالة اسمع محمد صلاح فالدنيا كلها تجهت إنه بقت عايزة تبقى محمد صلاح فدي عاملة مشكلة كبيرة يعني بس فلك محمد صلاح زود عدد الناس اللي حابة تدخل مجال طبعا طبعا دي بأمانة يعني وخلى الناس كلها عندها الطموح فبقت ظاهرة يعني مش عايز أقولك إن الأعداد اللي بتيجي يوميا إحنا بنبدأ اختبارات تعليمات الكابتن فتحي مبروك بنبدأ سبعة ونص بالدقيقة إحنا يوم الخميس ما خلصينا أربعة من سبعة ونص إلى أربعة ما فيش دي قتل راح فتخيل أنت العدد ده تخيل أنت الأعداد دي كلها فلا يعني يعني في كل مرحلة حضاك كمان قلتنا قبل ما نبدأ اللقاء إنه في كل مرحلة عمرية ما بيقلش المتقدمين عن ألف ده في اليوم في اليوم الواحد في اليوم الواحد طب بتشتغلوا إزاي كتنقمين عشان تقدروا لو تعليمات إدارة قطاع الناشئين وإدارة النادي مجلس الإدارة ولجنة الكورن إنه مطلوب تشوفوا كل لعب وتفحصوا الحالات دي كلها وتختاروا الأفضل إزاي بتقدروا تشوفوا العدد دي كلها تشوفوا الكابتن فاتحي طبعا الكابتن فاتحي مبروك هو رئيس القطاع معاك كابتن هاني رمزي قسمنا أو هو قسم القطاع لتمن لجان كل لجنة فيها تلات مدربين زائد مدرب حراس مرمى بيبدأ المجموعة بتنزل كل مجموعة مكونة من عشر لعبين في تمام ملاعب بينزلوا في وقت واحد بيدي حوالي خمس دقايق كل ولد كورة بيشتغل أي مهارة هو عارفها بيشتغل خمس دقايق حرة حرة خالص فأنت من خلال الخمس دقايق دي بتبدأ تاخد فكرة وانطباع عن الولد لأن الكورة مش محتاجة العيب الموهوب بيبان عليه فأنت بتاخد انطباع أول حاجة أن الكورة مش هتبعد عن رجله بتاخد انطباع أولي بتشوف السنس بتاعه بتشوف المهارة بتاعته بعد كده بنعمل تأسيمة حوالي عشرين دقيقة ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا